مسلسة العفك الخاطر الحلقة الخمستاشر بتبدأ الحلقة بأمه سالم وهي بتكلم انتصار وبتقول لها على الجواز وبرضه بترفض النات تتجوز وبتقول لها شيني من دماغك يا ماما انا مش عايزة تجوز بتلاقي بعد كده بجرية وهي قهدا مع باباها ومامتها وكانت لابسة ورايحة الفرح بتاع احمد مع باباها لكن لما شافت مامتها مش عايزة تروح قارت لابوها مش عايزة روح انا كمان هقعد مع امي اما هنا امينا بتودع البنات وامهم منيرة علشان رايحين خلاص على العمرة وبتقول لها ان شاء الله هترجع من هناك كويسة وبيروح عايزة عشان خاطر يوصلهم في فرح احمد العرس الرجالي كلهم موجودين وبيجي مرة واحدة ابوه جراح بيتكلم مع اخوه وبيقول لسالم خد البشت ودخله انت الصالة بتاعة العرس الحريمي انا ورايا شغل ولازم امشي دلوقتي بيستغرب جدا لكنه مش بيديل فرصة اما هنا فكانوا موجودين في المطار ومونيرة بتكلم اختها وبيجي جراح مرة واحدة وبيسيب العرس عشان خاطر يتكلم مع هبة وبيقول لمنيرة انا عايزة اتكلم معها بس شوية بتقول لنا ان انا بنتي حاليتها النفسية وحشة وما بتكلمش حد لكنه مصر يتكلم معها تكلم معها وقال لها ان لما تيجي هعرفك كل اللي انت عايزة تعرفيه بيمشي بعد كده بيدخل احمد مع عرسته في البيت وامه بتقول له ادخل على فوق واطلع انت وامراتك على قضتك ملك بتبقى مدايق جدا وبتقول راح فين وساب العرس بتاع ابنه وبتبقى بتنرفزة لكن طبعا سالم بيحاول يهد الموضوع هبة موجودة في الطيارة مع اختها وامها مش بتتكلم برضو اما هنا فكان مبارك بيقول لبنته تحاول انها تقرب من اخوتها لكنها بتقول له هم بيكرهوني وبتيجي طبعا امها وبيقولولها مفيش حاجة بعد كده سالم بيقعد مع اخو بيقول له انت كسفتيني الناس كلها سألت عليك ازاي انا اللي دخل ابنك العرس بيقول له كان عندي موضوع اهم من موضوع العرس وروحت عشان اخلصه اما هنا فبيروح سالم وبيتكلم مع امراته وبيحكي لها اللي حصل وان ابو العريس سابه وخلني انا اللي دخله وانا اللي عملت كل الليلة الوحدي بتيجي بعد كده امينة بتتكلم مع حصة وبتبقى مديقة وخايفة جدا على مونيرا وبنتها اما محمد بيدخل يلاقي امراته بتطبخ فبتضطرة تجدب عليه وبتقول ان الطبخ ده الواحدة صاحب بيتحجيبالها الاغرارات كلها اما هنا في العمرة فكانت ريم مبسوطة جدا ومونيرا بيدخلوا الاتنين على بيلقوها كويسة وبدأت تقرى قرآن وبدأت يعني بقت كويسة وتكلمت بعد كده بتروح نادا وتوصل للطلبية بتاعت الاكل وبتفرح جدا بالفلوس حصة وفاطمة في المول بيشتروا حبة هدوم اما هنا فكان مبارك عازم اهله مراته وبنته على الاكل بره وكانه فرحانين جدا عيسه بيسأل امه مالها رجليك بتقول انها تقيلة شوية بيقولها تعالي اوديك المستشفى قالت له بعدين بعد العرص بتاع سليمان نلاقي بعد كده نادا بتروح لأمه وبتديها هدية وبتقعد معاها اما احمد فكان متضايق جدا يومي الصباحية بتاعته وبيدخل ويتكلم مع بابا وبيقول له سبت ليلة عرص بتاعي قال له حاجة انت ملكش فيها بيتقى جدا وبيروح يقول له وفاء خلاص انا مش رايح في حتة ومش هزفرك شهر العسل وبيبقى متضايق وملك بتسأله في حاجة انا عارفة ابني قالت لها مبيش اي حاجة حصلت بيننا بتروح ملك تتفاهم مع ابنها وتقول له انت دلوقتي ما بقتش لوحدك انت دلوقتي متجوز بنت ناس ولازم تكمل معاها ولازم تصفرها وتفسحها لكنه بيقول انا مش عايزة اصلا ومش عايز كمان سافر عايزة تسافر الروحي انت سافر معاها بتحاول ملكتهات دي الموضوع بتقول له لازم تكمل في الجوازة دي نادى عند مامتها بتعمل لها الاكل وبيعجب جدا عيسى بعد كده بنلاقي ان بتيجي حور متأخر من غير مامتها ومعها بدرية وبتسلم على فاطمة بيسأله فاطمة طبعا عن امها بتقول ماما ما جاتش معايا والبرقة فيكي وطبعا فاطمة جات مدقية جدا لان المفروض كانت حور هي اللي تيجي قبلها لكنها جات متأخر عنها بعد كده بدرية بتروح تتكلم مع ابراهيم اللي بيقولها عايزيني تقابل واشوفك بتقول له مش حينفع عاديك شفت ايه اللي حصل لبابا بعد ما عارف الموضوع ده عايز تقابلني وتشوفني يبا تيجي تغطبني بيقول لها اني لسه ورا حاجات عايز يعملها لكنها بتقول له ماليش دواب اللي انت هتعمله انا دلوقتي مش حابلك تاني علشان خاطر بابا عارف الموضوع وتعب جدا وبتسيبه وبتمشي وده كان ملخص الحلقة ويارب بيكون عجبكم بتسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد هشوفكم على حير